بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أحبابنا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد نبارك لكم قدوم شهر رمضان ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله شهر عز وفرج ورحمة للمسلمين أجمعين إنه سميع قريب إخواننا وأحبابنا نطل عليكم مرة أخرى من قناة حلب في برنامج آخر في برنامج جديد في برنامج لفتاوى رمضان نجيب فيه عن أسئلتكم واستفساراتكم وخصوصا ما يتعلق منها بأحكام الصيام وأحكام هذا الشهر الكريم نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إخواننا نبدأ مع السؤال الأول ويقول السؤال ما حكمة مشروعية الصوم وعلى من يجب الصوم إخواننا حقيقة الصيام ركن من أركان هذا الدين وله مكان عظيم في هذا الدين ولذلك كان الصيام نصف الصبر والصبر نصف الإيمان الصوم مدرسة قائمة بذاتها لعل الحكمة الرئيسية للصيام ما ذكره ربنا سبحانه وتعالى في قوله لعلكم تتقون فالصيام مدرسة بناء التقوى فعلا لأن هذا الصائم الذي يمتنع عن الطعام والشراب والشهوة طيلة النهار لا يمنعه عن ذلك إلا مخافة الله سبحانه وتعالى هو حقيقة يتعلم التقوى ولذلك كان الصيام مدرسة للتقوى طبعا هناك حكم أخرى كثيرة فالصوم أيضا مدرسة للصبر مدرسة للإرادة مدرسة لتهذيب النفس وترويضها ومدرسة لتعليم هذا الإنسان كيف يسيطر على شهوات نفسه وكيف يكبح جماح نفسه فإذا نجح في ذلك فهو أدعى أن ينجح في غيره إن شاء الله أما على من يجب الصيام فالأصل أن الصيام يجب على كل مكلف البالغ العاقل لكن باعتبار أن هناك رخص للصيام أو رخص في الصيام في رمضان فقد أضاف الفقهاء من شروط الوجوب الصحة والإقامة وأحيانا يذكرون هذه الشروط تحت عنوان شروط وجوب الأداء بمعنى أنه وجب عليه الصيام لكن هو مخير بين أن يصوم في رمضان أو أن يقضي فيما بعد إذا أخذ بالرخصة وألحقوا بشروط وجوب الأداء أيضا الخلو وهذا شرط خاص بالمرأة الخلو عن الحيض والنفاس والله أنا سؤال آخر يقول السؤال كيف تكون النية في الصوم ما هو محلها وهل تكون أو هل تطلب كل يوم نية أم تجزئ نية واحدة عن الشهر كله نقول أولا النية محلها القلب بمعنى أنه لا يشترط التلفظ بهذه النية أمر آخر أن النية قد تحصل عمليا ودون تكلف يعني خصوصا عندما يفطر الصائم هو يستحضر أنه سيصوم في اليوم التالي عندما يقوم الإنسان للسحور مثلا هذا كله يعتبر من صور استحضار النية مع ذلك يعني قد يكون الأحوط أن الإنسان إذا شعر أن النية غير حاضرة أن يتلفظ بها لكن التلفظ بالنية هنا ليس لأن التلفظ بالنية مطلوب ولكن للاستعانة بنية اللسان على استحضار نية القلب جمهور الفقهاء يقولون لا بد أن تكون هذه النية من الليل ولعل هذا هو الأحوط وهو الذي تشهد له وواهر النصوص والحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كقوله من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له طبعا هناك تفسيرات أو تأويلات للحديث لكن الأولى أن يؤخذ الحديث على ظاهره ومن هنا قال جمهور الفقهاء لا بد أن تكون النية من الليل طبعا الليل في المصطلح الشرعي يبدأ من غروب شمس اليوم السابق ويستمر إلى طلوع الفجر الصادق فيجب أن تقع النية قبل طلوع الفجر الصادق وبالإمكان أن تكون النية مباشرة بعد الإفطار في اليوم السابق أما أنه هل تشترط النية كل يوم أم لا تشترط وهذا أيضا مذهب جمهور الفقهاء نلابد من نية لكل يوم أنا أقول من باب التخفيف على الناس باب الاحتياط يعني تجزئ نية واحدة للشهر كله عند الإمام مالك رحمه الله باعتبار أن ربنا سبحانه وتعالى خاطبنا بالشهر كله فمن شاهد منكم الشهر فليصم فقالوا أو قال المالكية تجزئ نية واحدة من أول الشهر ما لم يقطع الصيام بسفر أو مرض يعني هذا يمكن أن نفتي به العوام بعض الناس قد يقول نسيت أن أنوي أو كذا فنقول لهم احتياطا استحضروا نية صيام الشهر كله من أول الشهر فهذا يجزئ إن شاء الله وإن كان الأحوط استحضار النية لكل يوم والله أعلم سؤال آخر يقول هل يجوز للمجاهدي الإفطار في رمضان متى يكون ذلك وهل يبدأ نهاره صائما أم مفطرا سؤال جيد وخصوصا في مثل هذه الأيام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت إخواننا المجاهدين والمرابطين وأن ينصرهم على عدوهم وأن يفرج كربة هذه الأمة أخواننا الجهاد بحد ذاته ليس سببا للفطر أو ليس سببا للرخصة أو لنقول لا يكون دائما سببا للفطر والرخصة وإنما في حالات معينة للتوضيح هناك فارق بين المجاهد المرابط والمجاهد الذي يقاتل أو هو داخل في قتال فعلي فالمجاهد المرابط شأنه شأن الصائمين الآخرين لا يحتاج إلى الرخصة إلا إن كان هناك سبب آخر من مرض أو سفر أما المجاهد المقاتل يعني الذي يدخل في قتال فعلي فهذا قد يحتاج فعلا للرخصة وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوما لأصحابه رضي الله عنهم إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم لاحظوا أخواتنا أنه علّى للنبي صلى الله عليه وسلم أنه الفطر أقوى لكم فكانت رخصة في حالة قتال قتال سيقوم فعلا في معركة قائمة يعد لها أو تنتظر فعلا هذه الحالة فقط هي التي يشرع فيها للمجاهد أن يفطر وإذا كان فعلا قد علم أو علم هو بما خطط أو خطط قائده أنه سيخوض معركة وتحتاج إلى جهد بدني وخشية أن يضعف عن القتال بسبب الصوم هذا النوع من المجاهد في مثل هذا النوع من الجهاد أي في قتال في معركة فعلية هذا النوع له رخصة أن يفطر وله رخصة أن يصبح مفطرا إذا كان فعلا ويعني قد عزم على الدخول في هذه المعركة أو رتب لهذه المعركة أما بخلاف ذلك إن كان الأمر مجرد احتمال أو يتوقع أن يحصل قتال فهذا لا يفطر ابتداء أي أنه يصبح صائما ناويا يعني يمسك وينوي ويصوم إذا نشب القتال وخشي أنه إن لم يفطر سيضعف عن القتال عند ذلك له رخصة أن يفطر فيشرب ويتقوى لقتال عدوه وهذا يكون أخوانا من باب تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة لأن هذا المجاهد في هذه الحالة يدافع عن الأمة يدافع عن الأعراض يدافع عن البعفاء ينصروا دين الله سبحانه وتعالى سؤال يقول السائل هل يجوز للمسافر الإفطار في رمضان في ظل عدم وجود مشقة يعني في أيامنا هذه خصوصا في وسائل السفر الحديثة أخوانا ربنا سبحانه وتعالى في الآية بيّن الرخصة بشكل واضح فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر والتقدير في الآية هنا أنه إن أفطر فعليه عدة من أيام أخر يعني أنه يقضي هذه الأيام التي أفطرها في أيام أخرى بعد رمضان العلة في الفطر أو علة الترخص هنا إما المرض وإما السفر فالسفر هو العلة نعم لو فتشنا عن الحكمة لو وجدنا أن الحكمة هي دفع المشقة أو تخفيف المشقة عن هذا الصائم لأن السفر في الغالب ترافقه المشقة لكن كما بيّن الأصوليون أن الحكمة يدور مع علته ويبقى مضطردا مع العلة بغض النظر عن الحكمة أنه قد تتخلف الحكمة في بعض الحالات ولذلك قالوا وهذا يعني فيما أعلم محل إجماع بين الفقهاء أن العبرة بالسفر لكن السفر المعتبر أيضا أنه في مسافة 80-81 كيلومتر كما هو المعتماد عند جمهور الفقهاء أن لا يقيم مدة تخرج به عن حالة السفر المهم السفر المعتبر عند الفقهاء هو العلة بغض النظر عن وسيلة السفر سواء سافر بالطائرة أو بالقطار أو بالسيارة أو حتى على الدواب أو حتى لو سافر ماشيا كل ذلك له رخصة إن كان يقصد سفرا بعيدا وإن كان لا ينوي الإقامة المدة التي ذكرها الفقهاء ويهمح الخلاف وتفصيل عند الفقهاء سؤال يقول هل يجوز للطالبي أن يفطر إن كان الامتحان يؤثر عليه أخواننا في باب الرخص وبالذات في باب العبادات الأصل أن نتوقف عند النص ومع النص ولو رجعنا فعلا فتشنا ما هي الحالات التي شرع لنا فيها هذا الدين الرخصة بالفطر في رمضان لو وجدنا أنها حالات معدودة يعني منها المرض والسفر منها الشيخوخة يعني الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان الصيام أو ربما يستطيعان بمشقة بالغة ذكرنا المجاهد ورد فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في حالات معينة الأحاديث ذكرت أيضا الحامل والمرضع يعني تقريبا هذه أهم الحالات طبعا والحاد والنفساء لهما رخصة بل تمنعان من الصيام في رمضان المهم أن هذه الحالات التي ذكرتها النصوص في حالة أخرى ألحقها الفقهاء بما ذكر وهي حالة أصحاب الأعمال الشاقة وربما نعود لتفصيل هذه الحالة لكن أمثال هؤلاء عليهم أن يصبحوا صائمين لا يفطرون من الصباح وإنما عندما يصلون إلى مرحلة معينة من المشقة البالغة التي يخشون فيها على أنفسهم يفطرون فأنا أطرح السؤال هل الطالب الذي يدرس للامتحان يصل إلى المشقة التي يصل إليها أصحاب الأعمال الشاقة أنا لا أرى ذلك بل أرى أنه معظم طلابنا وفي كثير من الحالات ربما يدرسون في الليل يذاكرون في الليل وحتى لو اضطر للمذاكرة في النهار فليس هذا بالأمر الذي يؤثر على الصيام وليس بالضرورة أن يصل إلى حالة المشقة التي تبيح له الفطر في رمضان فنوصي أبناءنا وبناتنا الطلاب والطالبات نوصيهم بتقوى الله وأن يستعينوا بالله وأن يستعدوا لهذا الصيام بالسحور وأن يتقوى على هذا الصيام بطعام وشراب مناسبين عند السحور وهذا يكون بركة إن شاء الله في دراستهم وفي امتحاناتهم سؤال يقول ما حكم القبلة للصائم طبعا المقصود بين الزوجين الصائمين وما حدود العلاقة المسموح بها يعني حدود الاستمتاع فيما بين الزوجين في نهار رمضان طبعا رقم الصيام هو الامتناع عن الطعام والشراب والشهوة والمقصود هنا الامتناع عن الجماع لكن أيضا بيّن الفقهاء أن حتى مقدمات للجماع يخشى منها أن تؤدي أن يتمادى هذا الإنسان فيصل إلى المحذور فيفسد صيامه وفساد الصيام بالجماع يعني ليس فقط معصية وكبيرة بل يرتب ويوجب عليه مع التوبة القضاء ويوجب عليه الكفارة الكفارة الآن صيام شهرين متتابعين فإذا ليست بالأمر الهيئ لكن أنا أقول أنطلق من الشق الأول يعني ما حكم القبلة للزوجين الصائمين يعني فرق الفقهاء أو بعض الفقهاء بين الشباب وبين الشيوخ يعني الصائم الكبير لا يخشى أن تؤدي القبلة إلى أن يتمادى وبالتالي لا يخشى على صيامه فتجوز له بغير كراها لكن الشاب قالوا تكره له القبلة وتكره له أيضا مقدمات الجماع لأنه يخشى أن يتمادى فينتهي إلى المحذور وقالوا أيضا تزداد الكراهة وربما تصل إلى كراهة التحريب وربما تصل إلى الحرمة إذا كان يغلب على ظمه أنه إن بدأ بهذه المقدمات انتهى إلى النهاية المحذورة المحرمة التي تفسد أصيام طبعا نستذكر هنا ما نقلت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كان يقبل نساءه وهو صائم لكن بينت قالت وكان أملككم لإربه أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يضبط نفسه ويملك شهوته ثم قالت أو قالت في رواية أخرى وأيكم يملك إربه يعني لا تقيسوا أنفسكم بالنبي صلى الله عليه وسلم فمن كان يخشى على نفسه أن يفسد الصيام فعليه أن يمتنع عن هذه المقدمات السؤال يقول بعض المجاهدين أو المدنيين أصيبوا إصابات مستدامة لا يمكن شفاؤها ويحتاجون لتناول بعض الأدوية يوميا فماذا يفعلون نسأل الله تعالى الشفاء لمرضانا وجرحانا ونسأله تعالى أن يكشف الغمة وأن يفرج عن هذه الأمة وأن يهلك الطغاة والظلمة إنه سميع قريب إخوانا يعني المريض في حالات أو أنواع من المرض قد يكون بعض الحالات قد تكون إصابة لا توصف بحد ذاتها بأنها مرض يعني مؤلم أو مرض ربما يخشى من زيادته أو تأخر الشفاء لكن ربما بعض الحالات أصبح المريض بحاجة معها إلى الدواء باستمرار نحن نرجع في هذه القضية إلى الطبيب المختص طبعا المقصود الطبيب المسلم الثقة أو الطبيبة الموثوقة إن احتاج الأمر هل هناك نوع من الأدوية تأخذ في الليل يعني سواء عند الإفطار وعند السحور وبالذات في نوع من الأدوية معروفة عند الأطباء تسمى طويلة المفعول إن وجد مثل هذا الدواء وهذا المريض استطيع أن يصوم فعليه أن يصوم لكن إن لم نجد مثل هذه الأدوية أو كان طبيعة المرض أو طبيعة الإصابة تحتاج إلى دواء يتناوله في النهار والمرجع في هذا كما قلنا إلى الطبيب الثقة هذا له رخصة أن يتناول هذا الدواء في النهار يعني بمعنى آخر أن يفطر ويتناول الدواء ولا حرج عليه لكن إن كان يتوقع الشفاء فيما بعد يقضي هذه الأيام فيما بعد وإن كان لها يتوقع الشفاء بمعنى أنه صار مرض مزمن يحتاج إلى مثل هذه الأدوية طيلة حياته ينتقل عن القضاء ليصبح من أهل الفدية فيخرج فدية عن كل يوم أفطره بسبب هذه الإصابة والله أعلم سؤال يقول كيف يصوم أبناءه أو بعض أبناء المناطق المحاصرة في سوريا كالزبداني وحي الوعر وغيرها طبعا علما بأن حياتهم تتوقف على تناول بعض الأملاح والحشائش ولا حول ولا قوة إلا بالله يعني هذا المصام هذا سب في وجه البشرية كلها في وجه المؤسسات الدولية في وجه الأمة العربية والأمة الإسلامية أن يحاصر بعض أبناء شعبنا حتى يضطروا إلى مثل هذا الله المستعان على كله يعني الفقهاء بيّنوا حالات من الضعف والمرض قد يلحق هؤلاء بأمثالهم إذا كان فعلا هو لا يقوى أو لا يجد أصلا ما يقتاته به وبالتالي هو أصبح في حكم الصائم جمرا أو قهرا أو قسرا ولا يجد ما يقتاته به في السحور يعني نقول لا نعطي حكما عاما لكن نقول كل إنسان أدرى بنفسه وقد يكون صائم حكما وقد يصوم الليلة والنهار إن لم يجد شيئا لكن نقول من كان يستطيع الصيام فعليه أن يصوم من لم يستطع الصيام وصار في حالة الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة فله رخصة أن يفطر ويقضي فيما بعد أو نسأل الله تعالى أن يفرج عنهم لكن إذا كان فعلا وصلنا إلى حالات أنهم لا يجدون شيء وبالتالي يضطر هو كل بضعة ساعات أن يتناول شيئا من السوائل مع بعض الأملاح فهذا صار حكمه حكم المريض لا حرج عليه والله أعلم نصل وإياكم أيها الإخوة إلى نهاية هذه الحلقة على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته فاسألوا أبل الذكر إن كنتم لتعلمون